في أحوالي التقسى الآن حيث خلفت التقلبات الجوية التي شهدتها عدة ولايات عبر الوطن خسائر مادية معتبرة للفلاحين لكن ما زاد من حجم الكارثة أن أغلبهم لا يؤمنون على نشاطهم الفلاحي مما زاد من حجم الخسائر أحمد بوطاف يفصل أكثر خسائر معتبرة تكبدها الفلاحون بعدة ولايات من الوطن جراء الأمطار والفيضانات خلال الأيام القليلة الماضية مما دفع العديد للبحث عن تعويض لكن المفارقة أن أغلبهم لا يؤمنوا على نشاطه الفلاحي تصريحات لجونا جراء الكوارث هذه في المجموعة عندنا أكثر من 800 تصريح هذا 800 كانوا قاع أمني وقدرنا حلنا الأخر للناس الذين لم يكنوا أمني فوق ألف ولا ولكن لديهم شعقة تأمين لا يقدرش يجيوا الصندوق وحسب الأرقام المقدمة فإن تقافة التأمين عنوان غائب لدى الفلاحي الجزائري مما زاد من حجم الخسائر المادية عقب الاضطراب الجوي الذي مسى العديد من الولايات الشرقية فلاح يعني رفض يعني وضع كل إمكانية التوعو مادية مالية باش يحصل على منتوج وفي آخر المطاف ما حصل على والو جد كارثة مسحت لكلش وهو في موش مأمن هذه لابد يكون لديه الدرس ومع اقتراب موعد انطلاق الموسم الزراعي يجدر بالفلاحين المبادرة إلى التأمين على نشاطاتهم الفلاحية لتفادي سيناريوهات مماثلة تترتب عليها خسائر مادية فادحة